ذكور بعض الحيوانات المفترثة وغير المفترسة إذا شايفين أو ما شايفين ما دري يفتر الذكر يعني بالغابة بالمكان اللي هو بي وآسف للكلمة يرفع رجلة أو يتدرر يعني يبول يرسم حدود المنطقة إذا شايفين هذا الموضوع نفس الشي بالبشر يعني العفو مو أنه الذكور يعني يفتر مع الحيطان يبولون لا مو هذو قصلي قصلي أنه يحبون فرض السيطرة هو ولو أكو بعض الذكور يعني يطبق سيارته وينزل آدي يتدرر على الحيطان شايفينه مو بالهذا إيه؟ مهم نرجع للموضوعنا ما أن تولد أنت للدنيا الكل يحاول أنه يفرف سيطرته عليك يعني شلون؟ يعني تلاحظون مثلا أنتكم أمثلة الأهل يحاولون يسيطرون على أولادهم الزوجة تحاول السيطرة على زوجها وين رحت وين جيت وين طبيتها اش تأخرت الزوج يسيطر على زوجته ويفرف سيطرته لاتلبسين لاتطلعين لاتطبين لاتروحين لاتتجين لاتنزل وكذلك المدير يحاول سيطرة عليك أم زوجتك تحاولوا سيطرة عليك هي مو تحاول يوم سيطرة عليها ممكن أصلا يموها منرجع للموضوعنا فرض السيطرة في الطبيعة بشرية موجودة على كل إنسان هل تموجود دور مدايرك المشكلة أنه هم ينطوها مسميات يعني مو باسمها الفعليا ما يجي يقول لك أنا جاي أبفروف سيطرتي عليك يسموها مو أنا أحبك لا لا أهتمام أنا مهتم بي أنا أخاف عليك أنا أغار لا أنا أغار أنا أغار أو أنا أريد مصلحتك يعني مثلا زوجتك يقول لها زوجته أنا أريد مصلحتك يا حبيبتي يعني لا تكملين دراسة لا تشتغلين أنت تقعدين بالبيت ملكة ملكة وغير سنتين طلقها وراحت ملكة بالشارع أو مثلا الأهل يحاولون أن يفرفون سيطرتهم بس ما يقولون أنه نفرف سيطرتنا يعني يجون على ابنهم يقولوا إحنا أريد مصلحتك عمرك 17 سنة ما مكمل دراسة ما عندك شغول لحظة زوج يا حبيب زوج يا ابني مواني تعباني وظهري وتنظق بالبيت وتساعدني وأشوف جهالك قبل ما أموت الله يخليك يعني يزوج أنا أريد مصلحتك هو عمر سبعة 18 سنة وبعده واقع بالعادة السرية وزوجه بحي في شي لأطفال دور ما داره وهو يعني هساني الشجر شا سوي أساب بالضبط يعني شلون وهكذا باعوا حتى تستمر الحياة لا بأس بقليل من فرض السيطرة يعني حلو مثلا أنه أنت شوية زوجتك السيطرة عليك أمك السيطرة عليك مديرك السيطرة عليك حماتك السيطرة حيل هاي هاي سيطرة علي المسكين المهم الله يساعدك أصلي أنه لا بأس بقليل من السيطرة حلو أنه الزوجة تسيطرة على بعض الأمور والزوجة يسيطرة على بعض الأمور وهكذا حتى تمشي وتستمر الحياة لكن هدف هذا الفيديو والفيديوهات الجاية اللي راح أنشرها كل جمعة وثنين إذا الله نطانع عمر راح أخذكم في سلسلة فن السيطرة وكيف تسيطر أنت على حياتك وتمنع سيطرة الآخرين عليك كملوا معايا للنهاية لكن هدف هذا الفيديو أنه اليوم راجع لي حياتك أكو أحد مسيطرة عليك سيطرة غير طبيعية يعني مسيطرة عليك سيطرة مرضية واصلة إلى درجة العبودية وأنت خايف ومرعوب وموجود تحت سيطرة اليوم راجع لي نفسك كتب لي بالتعليقات إذا بس كتب لي نعم أو لا ما نكتب تفاصيل أكتر حتى تكمل معايا السلسلة ونقدر نتحرر من سيطرة الآخرين علينا